ونبقى الآن مع أبرز ما اخترناه من الصحف والبداية مع أساس ميديا كتبت الزميلة جوزيفين ديب قريبا الحياد الفاعل يعود منقحا عندما طرح البطريارك الماروني عنوان حياد لبنان الإيجابي لم يفتقر الطرح إلى إجماع وطني وحسب بل إلى الإجماع المسيحي المفترض غير أن الساحة السياسية في المقبل من الأيام ستشهد ولادة مشروع متكامل جديد تحت عنوان الحياد الفاعل على أن يكون مشروعا منفتحا على كل القوى تكون له بنود واضحة ومحددة تتعلق بكل الإشكاليات المطروحة يتحدث مرجع نيابي قوتي عن مشروع الحياد المقبل واصفا إياه بأنه مشروع يخرج البلاد من نزاعاته الداخلية ويكشف أن المشروع الجديد سيقوم على أكثر من بند في طور الصياغة وسيكون هناك وثيقة مكتوبة قريبا وما هي أهم الخطوات التي ستضمها هذه الوثيقة باختصار فك عزلة لبنان عدم ذهب لبنان إلى التطبيع أو السلام مع إسرائيل فتح لبنان أمام استثمارات الدول وعودة تدفق الأعمال إلى بيروت عدم الاستخفاف بحجب المسؤولية المقاطعة على عتق النواب لا سيما الجدد منهم وحصر العمل بشعارات لا تغني عن جوع إعلان حياد لبنان من قبل الأمم المتحدة إدراك حزب الله أن المقاومة لا تعني المهاجمة التزام لبنان بدعم القضية الفلسطينية ننتقل إلى اللواء التي كتبت في الموشات عن الاستشارات قبل ثلاثة أيام فقط على جبهة تكليف شخصية تكليف تأليف حكومة جديدة تأرجحت أو على تكليف شخصية تكلف تأليف حكومة جديدة تأرجحت الصورة بين معلومات عن اتجاه لتأجيل الاستشارات النيابية بطلب من تكتل النيابي كبير إلى موعد آخر غير الخميس لتعشرين وبين تأكيد حصول الاستشارات واستحرك لا تتوقف عن تحديد الخيارات وتوجه القوى المناهضة لـ 8 أذار لتسمية رئيس جديد غير الرئيس نجيب ميقاتي لكن الرئيس نبيه بري التقى نائب رئيس المجلس النيابي بوصعب مفدا من بعبده والتيار الوطني الحر سارع إلى نفي علمه بطلب التأجيل جازي من لم أسمع بهذا الأمر ولا علم لي به أبدا وبانتظار استكمال المشاورات في الساعات المقبلة انتهت مشاورات الساعات الماضية على تقاطع التيار مع مجموعة المعارضة سواء الفردية أو الجماعية على استبعاد الرئيس ميقاتي من التسوية على الرغم من أن هذا الموضوع حضر في اللقاء بين بري وأبو صعب ولم يحدث أي تعديل في الموقف ومساء وصل إلى بيروت الخبير الاقتصادي صالح صولي بعد الطلب إليه المجيء للتباحث معه بإمكان ترشيحه من قبل المجموعات نيابية وجهات فاعلة إلى جانب السفير السابق نواف سلام ما يعني أن عدد المرشحين حسب النائب نعمة فريم أصبح ثلاثة قبل أن يحسم التيار الحر اسم مرشحه وقد أكدت مصادر القصر الجمهوري لللواء أنه من غير الوارد إطلاقا تأجيل خلاف تأجيلها خلافا لما يجري تسويقه لهذا تسارعت الاتصالات واللقاءة واجتماعات الكتل لحسم الخيارات ننتقل إلى النهار والموشات أفادت معلومات أن تعديلات ستطرأ على جدوى المواعيد بعض النواب إلى قصر بعبدة باعتبار أن النواب التغييريين البالغ عددهم 13 نائب سيحضرون معا وتشير معلومات النهار إلى أن تحضيرات اللواء الشفريفي مستمرة للوصول إلى بلورة الكتلة النيابية التي ستضمه هو النائب فؤاد المخزومي مع عدد من النواب وإذا تشكلت الكتلة قبل الاستشارات سيحضر أعضاؤها معا إلى بعبدة تشكل الكتلة قبل الخميس أما النواب التغييريون 13 فيعملون على حصر الخيار ببعض الشخصيات وعلم أن الإسم الأكثر تقدما في المؤشرات المطروحة في مداولاتهم حتى الآن هو القاضي نواف سلام مع إضافة ملاحظة أن مرصة الأسماء قد تشهد متغيرات نتقل إلى الجمهورية كشفت مصادر نيابية مطلعة للجمهورية أن الأحصائيات الأولية التي أجريت حتى الأمس ضمنت ما بين 59 إلى 61 نائب للرئيس نجيب ميقاتي ليكلف مهمة التأليف ويبقى في السراء الحكومي هذا العدد مرشح للارتفاع عشية موعد الاستشارات ليتجاوز الأكثرية المطلقة لكن المصادر عينها قالت أن المشكلة لا تحل بالأرقام فحسب لأن أجواء التحدي التي تواكب الاستجارات هي الأخطر فإن بقيت المواجهة قائمة بين التيار من جهة وميقاتي من جهة أخرى قد تنسحب على العلاقة مع رئيس الجمهورية أيضا الأمر الذي قد وليس من السهل تجاوزها لصعوبة الفصل بين موقف رئيس الجمهورية ورئيس التيار جبران باسيل نختم مع صحيفة الأخبار التي كتبت ميقاتي ينتظر جملات وجعجع والتيار لن يسمي توقفت بعض الأوساط عند موقف الحزب الاشتراكي الذي تحاول أوساطه الإحاء أن تسمية ميقاتي غير واردة كما أن المشاركة في الحكومة غير محسومة مستندة إلى ما قاله رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي نائب تيمور جملات خلال لقاءات السبت الماضي في قصر المختارة عن أن الواقع المؤلم يحتاج إلى رئيس إصلاحي وحكومة إصلاحية معتبرة أنه لا يقصد ميقاتي طبعا إلا أن مصادر مطلعة على جو الاتصالات لفتت إلى أن الرئيس بري لازال يتشاور مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جملات وأن الأخير لم يحسم موقفه بعد على أن التشاور المستمر بين الاشتراكي والقوات يركز على كيفية تنظيم تسوية مع رئيس حكومة شرط أن يكون في مواجهة رئيس الطيار جبران باسيل التركيز يصب في البحث عن رئيس يكون رأس حربة مشروع سياسي مناهض لما مثله الرئيس عون في السنوات الست الأخيرة لذلك تطرق الحديث أمس بين ممثلين من الاشتراكي والقوات على الاسم الأبرز الذي يمثل مشروعهما ولم يجد أفضل من ميقاتي مبدئيا لانتدابه لهذا الدور وبحسب مصادر مطلعة يميل الاشتراكي أكثر إلى ميقاتي بانتظار اقتناع القوات بالتصويت له والتي لا تزال بدورها تبحث إمكانية ذلك من دون أن تتكبت خسائر على المستوى الشعبي من جهة والأهم عن الثمن السياسي والحكومي الذي ستحصله مقابل التسمية على أن يكون الربح على حساب باسيل خصوصا أن سمير جعجع هو الذي رفض الانضمام إلى الحكومة السابقة تحت عنوان عدم المشاركة مع قوى السلطة وبالتالي فإن دخوله إليها هذه المرة مع القوى السياسية نفسها سيكشف حجم ادعاءاته وقد حددت معراب يوم الثلاثاء موعدا للحسم على ضوء تلقيها جواب حاسم من رئيس حكومة تصريف الأعمال على أن يتبلغ نوابها بالقرار يوم الأربعة المقبل وجعجع اقتنع أن ميقاتي هو المرشح الجدي الوحيد على الساحة بضوء أخضر فرنسي وعدم ممنع أمريكية ولا مبالات سعودية اشتركوا في القناة